دعم السطرة من حياتنا نزعت البركة من حياتنا عندك سؤال تاني يا محمد مصطفى البكاء في الصلاة نعم يا سيدي مصطفى محمد برضك حاضر البكاء في الصلاة البكاء بس مش بكاء الخشوع البكاء اللي هو من اي حجم زعلانك بتبصل الصلاة ما انت بتعيط من اي حجم زعلك يعني انت مستنى الصلاة عشان تعيط فيها ولا هو اسمعني بس ما في الشيخ قال يا محمد 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 ابوس رجلك ما تتقولوش علينا الله يستركم ما في الشيخ قال انا بسألك على ملأ الناس بالله عليكم انت على الهواء بالله عليك انت اسمعت الشيخ قال ولا اريد بوست على الفيسبوك اي محمد علي صوتك علي اريد فس ايوه جدع يا محمد جدع يا حبيبي يلا اسمعني بقى اسمعني من التلفزيون يا محمد بقى اه يلا يلا يا مصطفى مصطفى فاس وانا ليه سألتوك وايش عرفني عمش ايش عرفك عمشيخ ان السؤال ده الواحد والبسطي ده جاني الاسبوع ده ما يقرب من ستين مرة وما رضيتش يجاوب عليه برضك ليه بقى علشان ما نتقولش على حد قال احد المشايخ في احد البرامج وممكن يلزق في محمد ابو بكر ممكن يلزق في اي حد وتلاقي جريدة ما عندهاش دين واخده وكتبه وتخرب الدنيا وتقوم ويعمل ترند بالموضوع الفاشل ده ولا اساست لهم الصحة ولا حد قاله ده هو حد فهو محمد قال لك بعد ما قال سمعت الشيخ قال لك لا ده انا عريد بوستة على الفيسبوك طيب البكاء في الصلاة هو انا من عدتي ببكي الجواب لا انما انا لما وقفت بين يدي رحمن الرحيم واستشعرتهم انني بين يدي من يفرج القروب وانني في كرب وانني في ازمة وانني في هم بكيت لله بين يدي وتضرعت له اما في الصلاة او في الدعاء فهل هذا يبتل الصلاة القائل بذلك انسان لا عقل له خالص ده انا استشعرت بلاش خشوع ما ليش دعب الخشوع مش اجيب لك الخشوع مش اقول لك اي بكتك انما انت استشعرت انك بين يدي من بيده الامر من بيده تدبير شأنك انت عرفت ان كل الوسائد بتاعت الارض عجزت وان القضية في يد قاضي السماء وانت الان بين يدي قاضي السماء انا لو واقف قدام مسئولي علشان يتوسط لي هاعد اقول له بالله عليك يا فندم بالله عليك ما تسبني ولا تتخلى عليك بالله عليك انا ضعيف بالله عليك انا مش حمل فلان بالله عليك انا مش قدو بالله عليك انا مظلوم شوف هلح عليه ازاي فبكاؤك بين يدي الله من قال يبطل الصلاة انحاحن على الله طفل صغير بيلح على ربنا واحنا دايما بنقول خليك في طلباتك مع ربنا زي الطفل الصغير اللي يقض يعيط ويدبدب في الارض لابوه لحد ما ربنا لحد ما بو يدي له الاشياء ولله المثل والاعله فانت كذلك لح على ربنا وابكر ربنا وتزلل لربنا وما فيه شيء يبطل الصلاة من هذا القبيل ابدا يا سيد محمد